اشتركوا في القناة واذا عن جد ناوي تعرف الحقيقة انا رح اعترف لك بكل شي تتذكر هديك الشجرة الكبيرة يلي كنا نلعب حواليها انا وانت ومحمد لما كنا صغار الحقيقة مخباية تحت هديك الشجرة بجوز تنصدم لما تعرف بس انا واسق انك ما رح توقع في طريق تاني لتعرف الحقيقة والطريق هو الرسالة يلي تركت لأمي اذا قدرت تفهم علي وتتغير وقتا رح تطلع كل الحقائق بس انا حاسس ان هذا الاهتمان مستحيل وانت قليل صدقيني صرت بمعزة اختي الماضي خلاص نسيته وبتمنى انه انت كمان تقدري تنسيه وتسامحيني سامحيني لانه انا بحاجة هالشي هلأ سامحيني لحتى اقدر بلش طريق جديد وحياة جديدة بتمنى لك السعادة من كل قلبي بتمنى تعيشي انت ويوسف حياة حلوة لانكن تستاهلوا هاد الشي يوسف كل ما اطلعت بعيونك بتذكر اخي اخي اللي هاتلته بايدي يا ريتك قدرت تمنعني يا ريت يا ريت الطلقة اجت بصدري انا مو بصدر اخي يوسف بترجعك سامحني سامحني انا قلطت بحقك وظلمتك كتير سامحوني سامحوني يا ما بيت النظر مبكرة تجمع الرجال وبتدوروا على عبده بكل مكان وما بترجعوا لهون من دونه انت بتؤمر يا آغا شو ما رح تيجي معنا؟ انا طالع على الغابة وبس تشوفو جيبولي اياه حاضر يا آغا يا ترى شو كاتب عبده لخليه حتى خلاه يدى يأكل هالئد؟ ما قدرت ارى شي من المكتوب شفت جملة واحدة بس كاتب فيها انو الحقيقة بجوز تصدمك كتير بس سار لازم تعرفها معناها في شغلات كتير بيعرفها عبده وكان مخبية عن خليل وهلق عم يحاول يحكيله عنا برأيك رح نلحق ناخد أليف لعند نعمات؟ والله نعمة وضع كتير سيئ وبيجوز نطول نحنا وعم نحكي مع أليف لهيك ما بعرف إذا منلحق برأيي لازم نحكي مع يوسف وهو يتصرف موسيقى 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 وهلأ صار عم يعتذر عن كل شيء سواه فيني بس شو هالشغل اللي عم يعتذر عنه وهو ما له زند فيه بجوز كان حابب يساعدك ولما ما قدر صار بده يعتذر منك لا القصة اكبر من هيك في شيء مخبي عني وانا حاسة انه هو نفس الشي اللي دايق خليله خلاه يتركنا ويمشي بهالسرعة بجوز لهيك ترك الضيعة لانه حاس حاله مقدران يعمل اي شيء بس اكيد الا ما تبين الحقيقة شيء يوم يعني ما عاد نشوفه مرة تانية هيك الظاهر بعدين صار له فترة عم يحكي انه بده يترك الضيعة في مكتوب تاني لسه ما فتح واذا عن جدنا ويتعرف الحقيقة انا رح اعترف لك بكل شيء تتذكر الشجرة الكبيرة يلي كنا نلعب حواليها انا وانت ومحمد لما كنا صغار الحقيقة مخباية تحت هديك الشجرة يمكن تنصدم لما تعرف بس انا واسق انك ما رح توقع خلي الراحة الغابة ما هيك خلال القدس انا واسق انت محرك كذلك نعم بس انا واسق أنت محرك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس انا حاسس انه هاد احتمال بعيد فيش مكاتب تاني تركه عبدو قبل ميروح؟ ايه يا خانو ترك مكتوب ليوسف واليف وواحد تاني لمريم عبدو شو بده بمريم ليتركي لمكتوب؟ انا برأيي بلا ما تفتحي رسالتها اجماع كل الرجال وبعتهم مشان يدوروا على عبده وروح على المنشرة شوف إذا تارك شي تاني وبس تخلص روح على الغابة وخليك مع خليل ليرجع على البيت وإذا شفت معه أي شي لا تتركه لحتى تاخده منه يلا روح بسرعة نجاتي بتخبر الرجال إذا شافوا عبده على الطريق ما يقربوا عليه بنوب لحتى يجوا يخبروني حاضر يا خانون أنا مو فهم عني شي وين راح خليل راح ليدور على المكتوب اللي ترك له يا عبده بس إن شاء الله ما يتذكر وين الشجرة مو ناقصنا مصيبة جديدة لأنه إذا عرف الحقيقة بتخدمي جديدة الإناس ليقدрет وين صارت الشجرة؟ وين؟ طالما انت حبي تروحي وتتركينا خلص روحي شو هر اسمك كانت معك ماما؟ كنت عم تدور عليها وفكر دضاعت شو في بها الشنطة بابا؟ هادولة تياب الشتوية بدي ضبن للشتوية الجاية اجا الربيع ودي في الجو يعني خلص الشتة واجا الربيع وان شاء الله حياتنا كلها ربيع ورح نضل سوا وما نفترق أبداً نضل كلنا مثل هالرسمي عايشين سوا كل ما رحتي على القصر بيعملولك مشكلة وبترجعين بداية ومقبورة لا يوسف مرح اسمح له كنا عم ندور عليك يوسف في موضوع شوي مهم خير أنيسي غزل شو هو الموضوع؟ شغلتي لبالي لا لا ما تشغل بالك بنحكي بعد شوي يوسف أنا بدي روح مريم استني شوي أستاذ يوسف خلينا نفوت لجوه مش هنعرف نحكي خير شغلتوا لبالي معلشي خلينا نرفوت لجوه خليها لبعدين الموضوع مهم يوسف أليف معلش تروحي مع مريم؟ خايفي ضايقوها هنيك ماشي أنا رايحة تفضلوا نحكي جوه مهم إن شاء الله يقدر نجاتي يلاقيه لخليل قبل ما يلاقي هالمكتوب أنا خايفي يكون كاتبلو شي بي هالمكتوب عن ابنه لمريم وقته بجوز يتركني ما هيك؟ مو معقول شلون بتفكري إذا شاف خليل هالمكتوب ودري بالحقيقة وقته مو بس هيتركك بجوز يقتلني أنا وياكي ولا مو عرفانة طبعو وشو هتعمل مريم إذا تريت؟ يعني إذا خليل تفشش فينا هي راح تلم كل الضيعة علينا بس مبين إنه عبدو مو كاتب لاشي لو كاتب لاشي كانت إجت عالقصر بس أنا خايفي بجوز تعركلك مكتوب وشافته مريم وقرتو موسيقى موسيقى بسيقى موسيقى موسيقى مريم أهلين بنتي شهاد يرلي بإيديك كأنه مكتوب موسيقى أغا يا أغا أغا الرجال كله الراحه اللي يدوره على الأغا عبده أجيت لشوف شو لازبك نيح بدك تساعدني لأنه عبدور على شغلة على شو عم تدور يا أغا على شجرة قديمة عليها إشارات وأسامي بدنا ندور بقلبها على مكتوب حاضر شو هي الحقيقة اللي لازم يعرفها خليل؟ في شغلات كتيرة بتصير بها الضيعة بعدين أنا ما بضرب بالمندل لحتى أعرف كل شي بقى روحي ودوري لحالك بس عبدو عم يلمح إنه في شي بيخصني أنا وخليله ما رضي يحكيه كل شي عم ما يصير بها الضيعة عم بيخصك وإلك إيد فيه تدخلي بكل شي إيه قاعدة لا عنده جوز ولا عنده بيت ليهك عم تتسلى بالعالم سمعوني منيح أنا موجاية لحتى خانقكم عبدو قال لي إنه صاير شي وهو ما له زنف فيه واعتزر مني أكتر من مرة بس ما رضي يحكيه لي شو هو معناها روحي لعنده واسأليه عبدو راح شو يعني يا عبدو راح؟ ترك الضيعة وراح لا يكون لا يكون هالمكتوب جاية من ابني بتصور ما عندنا وقت كتير لأنه وضعت عبان وبيجوز تموت لهيك لازم تحكي مع أليف ضغري إيه بس كيف راح قل له هيك شي؟ شو بدك تقلي يوسف؟ كنت عرفاني إنه في شي صاير وما بتكن تحكولي إياه لا تكون جاي مشان تاخد إمي على المستشفى إذا ما وفقتي ما بقدر أخذها من دون إذنك معناته بيجوز يوسف يكون هو اللي يوافق على هالشي الموضوع ما بخص إمك طيب شوفي ليش ما عم تحكولي؟ طيب مش عن الله حكولي شو صاير يوسف ترجاك تحكي شو مخبي عني عادي شوي عادي وهدي حالك وراح أحكي لك كل شي قاتب لي بالمكتوب سامحيني إمي ابني راح كيف تيتحمل هيك مصيبة مشان الله يا مريم ما إليلي كيف؟ ابنك ما مات وإن شاء الله شي يوم بيرجع لك قاتب لي إنه ما رح يرجع في شي بالمكتوب طبعك عني الحكي اللي كاتب لي ياه؟ انتي ما في بقلبك رحمة؟ عم قالك ابني ترك الضياع وراح وانتي ولا همك شي ما تفهميني غلط أنا بس بدي يلا طلعي لا بدي أشوفك ولا بدي أسمعك يلا بدك تسمعيني ولعلمك مستحيل إترك القصة تمرق هيك شو أصدر؟ شو بدي تعمل يعني؟ يا خانم سامعتيني يا خانم؟ سامعتك بس عم فكر بطريقة نرجع فيها خليل على البيت مشان نتصرف يلا فيكون تحكولي شو القصة بقى؟ إذا الموضوع ما بيخص إمي ليش جاي الدكتور؟ أليف، نحنا مو متأكدين من الحكي اللي بنا نحكيلك إياه هلا حنان بيجوز تكون أختك لك ميرين حنان؟ قريبتها العليا؟ بنت أختها نعمات؟ ست نعمات، ما نخالتها لحنان نعمت شترت أختك لما كانت صغيرك رمالدا وأخوكي أمك كانت عندها، وبالصدفة أنا سمعت عم تحكي لأمك عم تقلها أنه حنان بنتك أليف، ردي عليّ أليف أليف، أنسي أليف، عدي حالك أليف، ردي عليّ أنسي أليف نوران سمعيني، فهمت منيح شو رحت عملي؟ فهمت بس ساوي متل ما قلتلك خليل لازم يرجع قبل ما يشوف هداك المكتوب إيه، كنت رح أسألك شو حكى عمر لما صحي؟ ليش؟ هيك، نسلق الطمّن، يلا خليني يروح اكتعي تركي إيدي عم بتوجعيني توجعي، معليش متل ما توجع عمر، لا تفكري أنه ما حسيت عليكي صدقيني ما كان قصدي، ما كنت نعوي أضربه أخدت الإبريق من إيده، مدري كيف طرق راسه في إيه هالحركات بجوز تمرق على خليل، مو عليّ أنا تصمري لأخلص من قصة هالمكتوب وقته منحكي بقصة عمر واللي ساويتي فيه، نقلعي تعالى أنسي أليف، سامعتني يا أنسي أليف سامعتني أليف، ردي عليّ أليف طلعي فيني، شربي هالمي أليف، أليف ردي عليي شربي هالمي وهدي حالك أنسي أليف أليف، استني، هدي حالك عندك يعني اهدى؟ كيف رح اهدى بعد هالحكي اللي عكتوا لي؟ لازم روح واعرف شو الحقيقة بدي عرف ازا اختي ولا لا بيجوز تضيع مني متل ما ضاعت كلها سنين وما قادر شوفها مرة تانية بس ما عارفاني شو اعملها حتى اتكد انه هي اختي لازم نروح لعند الست نعمات بس نحنا ما عنا وقت كتير لانو وضع تعبان لهيك لازم نروح لعنده بجوز نلحق ونفهم منها الحقيقة وفيه طريقة واحدة لحتى نخليها تحكي انو ناخد امك معنا بجوز وقتها تعترف وغير هيك ما بظن انو رح تحكي معناها خلينا نعجل انتو روحوا عالسيارة ونحنا رايحين نجيب امه طيب يلا ترجمة نانسي قنقر انت مليح يا اغا نحنا كبرنا كتير كل شي تغير هون كيف بدك يعني تذكر على الشجر بعد كل هالوقت بتذكر مرة جابني ابيله هون واللي تطلع كلها يا اغا بيلك طبعاً اليك يا اغا من وقتها حسيت حالي كبرت خليل يا خليل خليل يا خليل من شان الله رجع عالبيت انتي لي ضربتلي امه ستاني انا ما عملت شي وعمتكز بي كبهات تصدقني شغلة صارت من دون قصدي منيح انو الولد ملا بتذكر شي كيف صار؟ منيح؟ ايه تركتو عن مريم ما حكتلي لما اجت عالقصر شو يلي جابك لهون؟ جيتي لاتخبريني انو مريم اجت عالقصر ايه وجابت مع المكتوب اللي تركو عبدو لامك ولما قرتو الخانوم كان رح يغط على قلبه شو هالحكي؟ عبدو كاتب لانو بدو ينتحر ينتحر؟ وترجتني الخانوم منشان اجي وخبرك بجوز تقدر تلاقيه خلينا نرجع انا خايفي عالخانوم المكتوب لا ايه يلا امي معنا وقت بسرعة لك بنتي بجوز ما تطلع اختك وقتها امك رفتتعب اكتر يلا امي حكيك مظبوط بس كمان ما لازم نضيع هالفرصة لانو اذا ماتت سست نعمت بجوز تضيع الحقيقة لهيك نحنا مشبورين انت خاطر استنوا شوي انا كمان بدي يروح معكم روحوا روحوا بدي يشوفها لبنت اختي خيرية ما رح خليك تروحي معهم صحتك تعباني واذا رحتي بجوز يصرلك شي خلاص قادي ريحي حالك يا خانم وينك يا خانم ردي علي يا خانم امي خليل امي شو صار له امي امي شو صار له هدي حالك امي ردي علي معلاش يا خانم هدي حالك شوي امي سمعتيني خليل دور على اخوك دور علي قبل ما يعمل شي خلاص يا خانم لا تخافي هدي امي خلاص امي رح لاقي انتي بس اهدي شوي لا تقلقي ما رح يصير شي خلاص هدي حالك ولا تخافي انا تعبت وما عاد فيني يكمل بدي ارتاح وأخلص من كل شي بدي موت ما عاد عندي طريق تاني سامحيني امي ابنك عبدو وبعدين مع هالمجنون بقى اخوك عم يحكي عن الموت لازم نعمل شي شو عمل هلا كيف تدي يلاقيه تدور عليه لتلاقيه اخوك بده يقتل حاله لازم تدور عليه وتجيبه يلا تعي يا خانم ارتاحي شوي يلا عادي خليل يلا روح اخوك ضم نعم اشتركوا في القناة 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 بطلها التمثيلية بقى لا تخاف يا بيك نحنا لا لاحقيناك ولا بدنا منك شي بس انا زعلت على بنتك لاني بعزة بعدين على القليلة نحنا ما منعيش غيرنا على كذب كبيري ومنخبي عنهم حقيقة متلك انت شو قصدك من هالحكي خلص خلينا نروح بقى تزير بس انا متضيق شوي ليش متضيق؟ نحنا لازم نتضيق بس انتو شو خاصتكن؟ بس انا ليش هيك حكيته قليف؟ عدي شوي وله مبسطي لما دريت انو ستنامت ماتت حسيت انو اختى ضعت مني ومعت فيني لقى اياه بعدين انتو شفتو كيف كان عام يحكي معنا نحنا شو مساوي معنا حتى عم يكري انا هيك؟ غصبا عني رديت عليك دورت بي هديك زيها اي يا اغا دورنا روح دور مرة تاني قليل اغا تعال هون يا اغا يا اغا اغا طلاحوني هادا مو جاكت لابا عبدو اغا نين جبتتت جاكتوا هلاء اغاوبني ليش تاكتت لك احكي احكي وينو الخي اغا تعال هون ليكون ماتولا احكي من الوين جدتها الجاكت تركو يا اخي حرام عليكم وينو حرام عليكم وينو اخي تركو شو سوالكم لحتى عمفضلوا ليش ما عبرت علي اخولي كبير انقتل قدامه لما كانوا صغير ومن وقته بطل يحكي طيب من وين جاب الجاكت كان مطلع الغنمات لا يرعوا بالحرج واجى لعنده شب وصار يحكي معه شوي واخد الفروة من ابني وعطى بدالة هذا الجاكت وبس اخد الفروة وطلع على الجبل وما عاد شافه اه اه يلا يلا خليل 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 تعال هون شوف هالمكتوب ابني مصير له شي عبده منيح يلا خليل اطلع تعال خليل حزير شو لقيت شو كل واحدة منه المكتوبة بخط لما جابته مريم لهون ما رضيت الخانم تترك المكتوب من اينا مشان اقرأ وبعد ما رحت انت اخذت نوران المكتوب مشان تقرأ واول ما شفته ندغري عرفت انه الخط مواحد اكيد هاي لعبة من الاعيب مريم ومريم شو دخل بها القصة شوف هذا المكتوب اللي كاتب لك يا عبده وشوف هذا المكتوب فعلا الخط مواحد ومبين في فرق كبير وحتى الظرف مبين انه فتحه ورجعه لزقه يعني اكيد مغير المكتوب بواحد تاني طيب كيف قدرت تساوي ايك المكتوب طبعك كان معه وهايك عرفت شو كاتبلك فيه وكتبت هاد معناته بيكون وقع مني وانا بالمنشرة بدون مقدرة بس ليش عملت هيك شغلة ابني القصة مبيني شو انسيت انه الانتخابات حتصير بعد يومين طلعوا هالقصة ليشغلونا فيها ليتصرفوا على كيفون وما ينافسون حدا تاني قول ربحت مرة تانية ماني قادراني شير الحكي اللي كتب لي يا عبدو من بالي ببنافس الوقت زعلاني لانه تركنا وراح بصراحة انا كنت متوقع انه يعمل هيك شي عبدو تغير كتير بس الناس ما قدرت تتقبل هالشي وطبيعي انه ما يتحمل هيك وضع يعني عمو ما عاد يرجع عدعه عمك قدامه طريق طويل بجوز ما تقدر تشوفه مرة تانية بس لازم تتذكره ما تنسى ما رح انسى عمو عبدو وان شاء الله يرجعنا وما يغيب عنا ان شاء الله يا ابني ان شاء الله ان شاء الله يقدر يلاقي الشي اللي عم يدور عليه معقولة لبس تياب الرعيان وطلع لي يعيش بالجبال اخوك جانن وما عاد في امل يرجع لكن الاغى ابن الاغى يعيش مثل الشحادين بالبراري يا امي فهمي علي بقى المنشرة رح تطير من ايدنا فهمي علي اذا راحت المنشرة كل اياتنا رح نعيش مثل الشحادين تركينا من عبدو وخلينا نعرف كيف رح نخلص منها لمصيبة بس ما فشروا بموت وما بخلي حدا يقرب على المنشرة عن جد انت ناوت انسحبنا الانتخابات عمو؟ انا حكيت الحقيقة قدام الكل وقلت لهم اني مشترك مع بيت الاغى بكل شيء واكلت حقون مشان هيك يا ابني وضعي صعب كتير واذا فكرت ارجع ما رح اعمل هيك شغلي غير اذا هني انطلبوا مني بس هيك ما رح يضل حدا ينافس بيت الاغى علي جنكيز طلع انا برا يلا طلع لا تخافي امي كل شيء تمام لا تخافي رؤي بتاع الباب علي جنكيز لك شو قصطاك ليش هيك عم تدقك انت رح تكسر الباب دير بالك وبعد عن المنشهر لانه ما رح خلي حدا يقرب عليها غير على جستي ولا تفكر ترجع للمخترة انا انصحبت من غير ما تحكي وحتى هيك ما رح اتركك بحالك لهيك لا بقى تنكيش بهذه القصص انت بتعرفني منيق وبتعرف شو ممكن ساوي فيك شو جاي مشان تهددنا خليل دير بالك ولا اتفكر انه عمي ما في ورا حدها انا جاي مشان نبه وفهمه يبعد عنها فوتي امي فوتي للجوة حبيبتي شوف خليل كفينا شرك وحاجة اللي صار مع اختي من تحت راسكم اختيك مجنونة بقى لا تحطي الحق علي شو هادل عم تحكيه جاي مشان تهيننا معيب عليك؟ أليف اهدي دير بالك اصحط حاولت هيددنا ولا تبعت رجالك لهون مرة تانية انا جاي فاهمكم شغلة واحدة هاي المنشرة لي وياللي بده ياخده مني ميلون غير حاله ايه ورجالي رح يرجعوا مرة تانية خلاص بنت فوتي اصحط أرزي اصحط له اصحطوا طبعا يا جماعة سكتوا لأنه اشترك معهم بالقصة ليش لنسكتنا ما اسمعتوا شو حكا هاي اجا الشاي ايش نمو ايديك يا امي سلم ايديك يا جمال ايسلمو ايه حكولنا شو الاخبار ما شاء الله القادة معكم صايرة كتير حلوة نحنا عادنا كتير يا جمال عادنا وحكينا كتير وهلأ اجا الوقت مشان نقوم يلا صار لازم نمشي طيب على الهي هلأ صار نمشي يا جماعة ما لازم نسكت ابدا ابدا طيب لوين رايحين هين بدنا اخد معنا كل رجال الطاعة والكل لازم نروحوا لهني بدنا نروح لعند علي جنكيس يلا يا رجال يلا يا رجال حقوني لازم نمروا على بيوت وطاعة كلها لازم نتحرم بيرضيك هالشي يا اخي معقول صار لون السنين عم يأكلوا حقنا ونحنا مانا خبر بيشي معك حق بشو الحل كيف راح نحصل حقنا منهم بدنا نروح كلنا لعند جنكيس لأنه شريكم مضبوط خلينا نروح يلا يا رجال خلينا نمشي لازم نروح لعند علي جنكيس ولازم يلاقينا حل أليف انت متأكدة؟ أنا برأيي نأجلها زيارة لو قد تاني ما فين يوسف لازم روح وشوفها بس يا بنتي المخلوقة لساتها حزناني على خالتها إيه بنتي فيك تأجلي الموضوع لفترة على القليلة بتروق البنت ووقتها بتحكي لك كل شي أنا كمان ما بدي أحكي لشي من هلأ بس حب يتقرب منا بلكي منصير رفقات ووقتها راح حاول أحكي لها الحقيقة خير جمال شوفي؟ مشان الله يوسف أسحد روحوا تترك الضيعة احكي جمال شوفي؟ أهل الضيعة لامين بعضهم جايين لعنا ليش جايين؟ بدهم يحكوا مع أبي مشان المنشرة لك شو عامتك؟ لا صدقني معناتك خلونا نروح لعنا يلا يا جماعة يلا يلا يا جماعة يلا هادو الجانين وأكيد ناويين على شي مصيبة هادو الجانين وأكيد ناويين على شي مصيبة احكي جاكيت انا رايح شوف شو القصة لا تخافي لا تخافي لا تخافي لاح الباب اننا نحكي معه شو خايف مننا؟ خلص بابا انا رايح احكي معه جمال لانه عرفان حاله شو عامل هادول الناس معون حق شو ما عملوا فيه لانه انا غلط بحقهم كتير وانا مستعد واجههم متل ما واجهتهم مباريح يلا يا زلمي ما راح اقعد بالبيت متخبه ولا بدك يقولوا عني جبان شوف ترضاها عابو يا متخبي بالبيت اطلاع انت حقنا بتاعوه ولك ما راح نمشي حتى تطعم بالبيت تاه يا علي يا جماعة اسكتوا شوي شو هادا اللي عم تساوه ما بيصير تتهجموا على بيوت الناس هيك بعدين علي اعترف بكل شي وكلكم اسمعتوا مباريح يا جماعة فضل معو حق فضل معو حق يا جماعة مو حلوة جيدنا هيك اهلينا علي للمنشرة الاغى خليل الجامع العمالي اللي بالمنشرة ورايح مسجل اسماء كلهم مشان ينتخبوا الخانم بس هيك ما بيصير والاغى فهمهم اللي ما بينتخب الخانم هزال بكرا بدأي تقلع من الشغل وبعدين معون خلونا نروع على المنشرة يا جماعة ونفهمهم انو نحنا ما بدنا نقلعهم من الشغل حتى اذا صارت المنشرة لنا فكرك اذا قدرت تشتري حنان وهي صغيرة معناها فيك تشتري كل الناس وانت شو عرفك بالشي؟ ولا هاد سلوب جديد؟ لا تستغلوا الناس وتاخدوا مصرياتهم لأنه قصلت المدرسة انكشفت نحن مجايين نستغل حدا بس الست نعمة تعترفت وحكت الحقيقة قبل ما تموت نعمة؟ لمين؟ بكرة الصباح هتكون فرصتنا الأخيرة بسا بدك مناخده من اليوم لا تركه مشان ما يحس بشي بدنا نفاجئه بكرة مشان ما يلحق يعمل شي واذا كان معه حدا تاني؟ ليش ما سمعتوش وحكي اليوم بالمنشرة؟ أعلى ما بيخاف من شي موحاسب حساب لحدا صدقني يا أخي أنا ربطه منيه بس مترك كيف يقدري فك الحبل؟ نلع على المنشرة أحسن لك لا تخليني ربطك من رأبتك يلا نلع طيب مين اللي فك الحبل تبعك؟ ما قدرت تعرف مين هو؟ ما شفته؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر